احتفل قدامى النادي نجم العفرون بالذكرى السبعين لتأسيس النادي بمشاركة من صنع مجد النادي والمنتخب الوطني في صورة اللعب الدولي السابق عبدالقادر إغيني ومحمد خزروني وبحضور السلطات المحلية لدائرة العفرون التي وعدت بتقديم الدعم المالي للنادي ولد معم بعض العابين اللي جونا من بعيد من الباتنا من القلمة من كل قطر الوطن اللي انه عفرون كانت محطة لانه كانت الناس مهم حتى انه اللي كان يحب يجي جوز العسكرتيا ويجي لعفل فاليق للعفرون نتمنى انه الشي هذا ما يحبش هنا كالناس اللي عنا مش فيناهم مش عندك عشرين سنة ثلاثين سنة سيدي روتروفاي الناس من الجيل تاع السبعينة ثمانينة تسعينة والأول الفيات تلاقي هنا بفرحة كبيرة تلاقي هناك الفتبول الجيريين مالد في الناس لنبتح ليش فينا نشوفوا انكيب ناسيونال مالد نشوفوا الكلب ديفيزيون ناسيونال المعينين تلاقي هناك كبيرة ما تدرجها اليوم سكن بتمرور سبعين سنة على احتفالية شباب نجم العفرون نتمنى ان شاء الله بهذه المناسبة السعيدة والجميلة الطول الحياة والعمر لكل اللاعبين اللي شرفونا اشكر لهذا التنظيم الجيد جدا لتفكروا لزانسين جوور نجم العفرون واتمنى كل خير ان تكون لقاء هذا ايضا تذكرة وايضا درس للجيل الحالي شكرا